فريق متزايل جدول ترتيب الدول الإنجليزي اسباب كتير جدا أنا كريم بس ممكن بسرعة كده عين على المنافس طبعا هم نعتبر المنافس لأن صلاح ده تابعنا تعتبر ليفر بول هو الفريق اللي تابعنا احنا نتكلم على نوتنجام فورست اللي عمل ايه اللي عمل ايه كريم اللي قصر الرقم القياسي في عدد الصفقات السناني اشترى 21 لعيب غياب نوتنجام فورست لمودي 23 سنة قبل موراة النهاردة داخل متزايل الترتيب وبالتالي كان فيه قرارات جوا النادي كمان على انعكاس لده أنا المصرف دلوقتي 150 مليون سترليني شعلوا السبورتينج ديراكتور وجابوا طبعا فليب جيرالدي اللي مسك مكان اللي كانوا موجودين وكمان شعلوا الهيد الف سكاوت والكشفين فبالتالي النهاردة نوتنجام كان عنده وستيف كوبر المدرب الويلزي دايما الكورة كده كريم مفيش احسن من انت تعود كل البدايات تكسبان مباراة واحدة كتواست هام مع ستة نقط من فوز وثلاث تعدلات النهاردة بيكسب ليفر بول فبالتالي حتى لو غبط نوتنجام ماشي من الدوري بانه كسب ليفر بول فكان رد فعل كبير جدا من ستيف كوبر المدير الفني اللي حصل اتكلمنا بدي كده كريم انه افضل مباراة يمكن من بداية الموسم ليفر بول كانت المباراة بتاعة سيتي اللي لاعب فيها اللي لاعب فيها باربعة تلاتة تلاتة خلاص المطش اللي فات هو قرر في مطش واست هام يرجع لربعة اربعة اتنين طيب انت رجعت لربعة اربعة اتنين بالتالي بقى صلاح مهاجم صريح المرة اللي فاتت المباراة اللي فاتت خلاه على اليمين واتكلمنا قد ايه الانجليز كلهم بيتكلموا تكتكيا تخيير دوره صلاح فكرة انا بخسر قيمة لاعب اللي دايما في المواجهة المباشرة او لما بيخش من الطرف او لما بيخش كمهاجم تاني بيقدر يعمل خطورة بقلعيب حاسم وبيسجل اكتر هداف الفريق في مطش واست هام الفات فضل بنلعب بنونز وفي رمينيو يعني شاء القادر اللي بيعمل تدوير مع روبرتسون يرفع الكورة ونونز يخلص المطش ويخلص لكن برضو انا كنت شايف ان فيه عوار في التشكيلة دي وانه كلوب بيحاول برضو يرجع لربعة اربعة اتنين النهاردة عمل نفس القصة بس بتخدير بسيط من روبرتسون رجع مكانه وكمان انه غير منظومة الوسط خالص شال تياجو وهندرسون تياجو بيغيب تاني الموسم ده بعد بلعب مباراة مباراة لا وحط قالك انا عودة كيرتس جونز المباراة كان عايد كان قاعد رجع في مطش الستي لكن اول مرة شارك قالك انا هلعب بكيرتس جونز وجامبه وفابينيو وهلعب وإليوت هيبقى ناحية اليمين ومعانا ناحية شمال كارفايو ده على الورق 4-4-2 المشكلة اللي حصلت انه كان عاد في التنفيذ محمد صلاح فيرود اساسي فيرمينيو بيسقط هنا يحاول يعني يفرغ له المساحة او يسقط بعضي وكان بيضم دايما كارفايو هنا بيجي من الشمال عن نص وكمان إليوت كان اعامل انا بالنسبة لي كان افضل لعب في المباراة كان بيحاول يعمل دور ده كله يغطي مع صلابة ميلنر اللي رغم أنا عارف الناس كتير بتنتقد انه كبير في سن لكن أنا بشوف انه بتعرف استخدامه نهارده لما يلعب ساعة وتنزل مكانه أرضه أنا فلت الجابها ليمين وإليوت كان عامل احسن دور مشكلة اللي حصل نهارده ايه ان دايما لما فيرمينيو بيعمل كده وكارفايو بيضم صلاح اللي مرمي في احضان المدافعين وهو برضو النقيد بين او الاكستريم بين ان انا اخلي صلاح دايما لو ده صلاح او زي كان بيولو حاضن الخط على الجناح في المطشات الاولى من الدوري وبين ان انا اخليه فرود صريح قلنا لما بيخش خطورته في مطش السيتي كمهاجم تاني او داخل او داخل من الجناح دي بتتدوله خرورته في مهاجة المرمى لكن لما انا اخلي فرمينيو فرود الاساسي يا كريم هو لصائط وصلاح بين الاثنين المدافعين عملت مشكلة كبيرة جدا النهاردة صلاح كان نفسه يسجل كان عايز تساعد الفريق بعتقد ان تمركزه والتعليمات اللي جات له من يونجي كلوب مساعدوش انه يسجل النهاردة